بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا المحور الخامس الذي بعنوان الخزانات المضغوطة ذات الجدران الرقيقة نبدأ بالأهداف العام لهذا المحور وهي كالآتي Upon completion of this chapter, it is expected that the students will be able to First, calculate stresses in cylindrical vessels Second, calculate stresses in spherical vessels Finally, make a design for cylindrical and spherical vessels Cylindrical or spherical vessels, pressure vessels, are used in industry as tanks, boilers, or containers When under pressure, the material is subjected to loidings in all directions In general, thin wall refers to an inner radius to wall thickness ratio greater than 10 For example, R over T equals 20 In most cases, it is actually bigger than 50 If the vessel's wall is thin, the stress distribution through the thickness can be assumed to be uniform نبدأ بالcylindrical vessels بالنسبة للأكسشيال stress هنا معانا الفري بدي دياغرام على الجزء من السيلندر هنا معانا الضغط P من الداخل هنا معانا الثيكنس نصف القطر هو R مجموع القوة يساوي 0 في اتجاه X طبعا على هذا المقطع بيكون معانا إجهاد عمودي Sigma XX هو الأكسشيال stress مجموع القوة يساوي minus P pi r square هذه القوة ناتجة عن الضغط P على جهة الكوفر لمساحة pi r square وهذه القوة 2 pi r t sigma XX معروف أنه الإجهاد ضرب 2 pi r t اللي هي المساحة مساحة هذا المقطع يعطينا الفورس كله يساوي 0 وبالتالي pi pi r square يساوي 2 pi r t sigma XX ونسحب السigma XX يساوي كم pi r تقسيم 2 t وهذا ما يسمى بلانشتدينال stress أو الأكسشيال stress أما بالنسبة للهوب stress أو ما يسمى بسركونفيرانسيال stress سيجما ثيتا ثيتا فمجموع القوة يساوي 0 على y يساوي minus P ضرب 2 r l وهي المساحة المقطع زائد سيجما ثيتا ثيتا ضرب مساحة المقطع أيضا اللي هي 2 l ضرب t 2 l ضرب t هذه مساحة المقطع عندنا مقطعين مقطع الأول ومقطع الثاني هذا بالنسبة لفورس الناتجة على سيجما أما بالنسبة للفورس الناتجة على p فالمساحة هي 2 r القطر ضرب l 2 r 2 r اللي هي القطر الضغط يجي هنا كله يساوي 0 وبالتالي نتحصل على قيمة ال-H قيمة سيجما ثيتا ثيتا اللي هي الهوب stress أو سيركونفيرانسيال stress تساوي p r على t طبعا من الملاحظ هنا لو قررنا سيجما ثيتا ثيتا و سيجما اكس اكس نلاحظ أنه سيجما ثيتا ثيتا سيجما ثيتا ثيتا تساوي 2 ضرب سيجما اكس اكس وبالتالي سيجما ثيتا ثيتا دائما هي double l axel stress نيجي على spherical pressure vessels بنفس الطريقة لكن ما معانا هنا إلا سيجما وهي السيجما العمودي على المقطع يعني سيجما اكس اكس تساوي p r على 2t من خلال condition of equilibrium التي استعملناها في سيجما اكس اكس على السيجما اكس اكس على السيجما اكس على السيجما اكس اكس على السيجما اكس اكس